تدريبات متنوعة لحراسة المرمى الحقيقة كل ما بنقعد نتفرج على مصطفى شوبير وعلى علي لطفي وعلى بقية اللاعب لكن مصطفى الحقيقة لأنه مصطفى التلات اربع مباريات الأخيرة بالأول كنا دايما نقول ايه الشناوي وعلي ومصطفى قابس محتاجين معهم حارس مرمى كمان لكن الحقيقة بعد ما شفت المستوى أو حضرتكم مش أنا الكلام اللي تقال كله خلال الكام يوم اللي فاتوا أو خلال التلات مباريات اللي تلعبوا أنه عندنا حارس مرمى جيد وحارس مرمى في المستقبل هيكون مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة اللي هو مصطفى شوبير فبالتالي الحمد لله هذه البطولة خلتنا نشوف حاجات ممكن كانت تكون بعيدة شوية عن النادي الأهلي أو عن جمهور الأهلي فلما دلوقتي بتقضي تفرج على مصطفى شوبير وبتقضي تفرج على مغربي وبتقضي تفرج على زياد طاري وبتقضي تفرج على بقية اللاعبين كلهم الحقيقة لا بتعرف قد إن احنا عندنا قطاع ناشئين محترم عندنا رئيس لقطاع الناشئين كابتن خلت بيبو محترم عندنا مدير فني محترم عندنا سياسة عامة للناشئين محترمة جدا بيضاعها المشرف رئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم كابتن محمود الخطيب وبتوصلنا لللي احنا شايفينه ده